نسبة لمراكز الاختراف نرجو معكم البلاتو بعد مواكبة هذه الندوة الصحفية التي أمنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لنا أيضا نقطة خارجية من تونس زميلنا وديع برحومة موجود على عين المكان سيمو حمد جويلي شكرا لك الباحث في علم الاجتماع شكرا لك على الحضور معنا وإفادتنا بكل المعطيات على النمط الاجتماعي التونسي وفي علاقة بالانتخابات التشريعية شكرا نودعوك نحن نتحدث على مراقبة الانتخابات مع مرصد شاهد مريم وأيضا أشرف معنا عن منظمة أنا يقذ خلينا نخذ مع بعضنا زميلنا وديع برحومة المتواجد في تونس العاصمة يجميعتينا فكرة على التوينسة اليوم هل هناك قبال شنو الاعتقاد امتاحهم على الانتخابات التشريعية أنت يوين متواجد بالضبط وديع إذا كانت تعطينا أكثر معطيات شكرا لك فاطمة إذا تونس تعيش على وقع للمحطة الانتخابية إحنا موجودين في قلب العاصمة في الصبغين تحديدا الحياة دبغين دبغين مرحبا بيك أولا اليوم يعني تونس تونس تعيش محطة تاريخية هامة الانتخابات إحنا في الفطاير يتوفر الدبغين إذا تريني يدوري الكاميرا مشيت نخبت ولا مزلت مزلت اليوم نصيف نهار خدمة ونصيف نهار تليني الانتخابات مدى الإقبال يعني تأثير الانتخابات على الحركة في المحل متاعها نصيف نهار لوليني الخدمة وبعدش الانتخابات نتفاض الانتخابات تعتقد كونه واجب هذا يعني كل تونسي يلزم يصرح بصوته واجب علينا واجب علينا وذي دولتنا ويلزم ننقذوها ويزينا ما نأمل اللي فات اللي فات هذاك انتهاء تواجد يعني تحس فرحة تحس شي معقول فرحة كبيرة عجلة الشي النظام مش يتبدل وتجينا عبادة جديد وحكم جديد وإن شاء الله تبدل البلاد مشي في خير شو تقول لتوانسي اللي شوفوا فيك ولي منزلوا وممشوا ومنتحقوش بمكاتب الاقتراع يا توانسي الكل هتنتخبوا ويا توانسي هذه بلادنا ومنسلموش فيها نفهمت ويا توانسي منسلموش في بلادنا ولازم واجب عليكم وواجب على الناس كل وباش نمشوا وانتخبوا وانشاء لبلادنا ديما في خير صحة سبعة خير مرحب بك اللفطاير قبل الانتخاب ولا للعكس يا فطور السباح هذا حاجة بعروفهم بعد انتخبوا معا لحداش نصر نمشي نعمل اتخابات وتندورنا واضحة شاعة ما مشيتش عطيت صوتك قاد نفطر وبعد نخمم في عقل وبعد نمشي نعمل اتخابات بتاعي حاجة صبعة خير صحة لي بشي تصوتت ولا مزل صحيح والدعم مكملت الحمد لله هاي يتبضل هاي يتبضل هاو كسدي ها يعني تعتبر كونه واجب هادا هاي واجب طبعا واجب مقدس موشي سبقت الانتخاب على الفطور على الفطور ما فيه شك باش ان شاء الله يطلعون لناس طيبين اللي يرحفونه ويرحفون الواحد همني والحمد لله بش فاليك اذا كانت هذه المحطة الخارجية الاولى انتلاقا من قلب العاصمة من الدباغين الخطة عندك فاطمة اتفضل شكرا لك وديع شكرا على هذه المعطيات اللي اتقدمت بها احنا نرجو معكم للبلاتو نواصلوا مع اشرف العياد عن منظمة انا يقض نتحدثوا اليوم على انتخاب ميتين وسبعتاش برلماني اجدد اليوم نتحدثوا على البرلمانيين اجدد اللي بشكونوا متواجدين في مجلس النواب الانتخابات التشريعية مهمة جدا بالنسبة للترابط بين الانتخابات التشريعية والانتخابات الرئاسية ما مدى جدوى وجود كتلة برلمانية كبيرة تدعم مهام الرئيس هو ديمال المفروض نتبق ناس الدستور كما هو ليعطي 80% من صلاحية الى رئيس الحكومة و20% من رئيس الجمهورية ربما لانه كنا في تجربة فيها نفس اللون السياسي على مستوى مؤسسات رئاسات الثلاث كما نقول ذلك لانما فماش تنافر او عدم انسجام لكن المنطقي انه الرئيس لا يحتاج الحزام السياسي ولكن رئيس الحكومة يحتاج الحزام السياسي لانه رئيس منتخب من الشعب يمكن ان يقترح القوانين ولكن هو من يختم القوانين فدوره ربما هو انه يعطي مشروعية لكل مسار تشريعي جديد على العكس رئيس الحكومة الاستقرار عمله مربوط بالضرورة بحزام سياسي كبير فنتصور انه اليوم اولا عدنا اشكال في انه الوعود الانتخابية كانت للأسف تتجاوز صلاحية كل منصب معناه النائب اعطاه وعود غير قابل انه ينفذها وفي نفس الوقت للأسف عديد المترشحين للرئاسية قاموا بيطلقوا لا يمكن دستورا للرئيس انه يتبقها اللي ربما يتخلي تونسا بعض اذا ما يتبقوهمش خيبة امل تتراكم على خيبة الامل السابقة والتي تنفر الناس من الشأن العام بصفة عام هل يمكن ان تؤثر نتيجة الانتخابات التشريعية على نتيجة الانتخابات الرئاسية بعد ذلك ليس كل المترشحين لديهم كتلة والأو ترشح لمستوى البردامان فربما لا تتو تؤثر بشكل مباشر ولكن سيكون هناك معطى الحسابات السياسية لتشكيل الحكومة سيكون عملية صعبة وشاقة قد تستغرق ربما أجيال أطول بقليل مما شهدته البلاد في 2011 و2014 لكن نتصور اليوم المهم أن يكون هناك تناغم في المبادئ تناغم في البرامج لم نلاحظ حديث كبير في برامج الأحزاب التشريعية عن البرامج الاقتصادية عن برامج اللي مركزية حتى على المسائل مثل العديلة الانتقالية كانت معظم البرامج مفرغة تركز على الشأن المحلي أكثر حتى من الشأن الجهوي والإقليم واضح أشرف نتحدث على مراقبة الانتخابات دعنا نتحدث مع مريم تعصفنا عليها قليلا اليوم في البلاتو لم تنهيش برشا الكلمة كيف يرى مرصد شاهد اليوم وخاصة المراقبون التونسيون المشهد السياسي على ضوء الانتخابات التشريعية اليوم المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات دوره هو رصد الخروقات اللي متعلقة بكامل مراحل عملية الانتخابية دوره في الانتخابات التشريعية مش يوم الاقتراع فقط ولكن بالمراحل السابقة مرحلة الحملة الانتخابية أو قبل ذلك مرحلة التشجيل كل مرحلة من مراحل العملية الانتخابية المجتمع المدني أنه عنده دور هام في رصد كل خرق المتعلق بالمرحلة هذه ونحكيه حتى أكثر نزاع اللي ينشأ في تلك المرحلة بالتالي مرسد شاهد أنه كل مرحلة متعلقة بالعملية الانتخابية يقوم بملاحظتها وبرصد الخروقات اللي متعلقة بها واضح مريم طيب شكرا نحن نرجو معاك أشرف بالتوازي وبالعودة إلى تشكيل ائتلاف مدني لمراقبة الانتخابات نعرف أنه اليوم موجودين منظمات محلية منظمات دولية موجودة هنا اتراقب على عين المكان إذن ما المغزى من هذا الاتلاف المدني هو ائتلاف شركاء من أجل نزايا الانتخابات هو ائتلاف فيه منظمة قد جزء منه فيه 27 شريك من كافة تراب الجمهورية الهدف منه أنه لا تحتكر الخبرة في مراقبة الانتخابات على مستوى تونس العاصمة اليوم يظهر لي الجهات خصوصا اللي ينزمهم نقل معرفة في مجال مراقبة الانتخابات شركاء اللي بدينا مع بعض نتوعدنا سنتين يظهر لي اليوم أثبتوا جدار متاعهم في ملاحظة الانتخابات البلدية اليوم في التشريعية وكذلك في رئاسية دور الأول فالفكرة كانت أنه لماذا لا نعمل سويا وخصوصا أنه نتقاسم شوية الخبرة التي تراكمت وكي لا يحتكر المجتمع المدني في تونس العاصمة ونرجع نفس إشكال المركزية لعمل المجتمع المدني فذي كانت الفكرة واليوم ربما توينسا نجمو يتابع عمل الاتلاف على موقع أطلقناه اسمو إليكسيون لايف بوانتين اللي نجمو شوفو فيه على قل تواحصائيات عملية الفتح اللي مبدئيا هي أحصائيات إيجابية اللي تخلي تونسا يمشي ومرتحين إلى سنديق الاقتراع شكرا لك أشرف نحن نواصل ونتابع معكم المواكبة الحينية لتوافد الناخبين على مكاتب الاقتراع زميلتنا عايشة الجملة متواجدة على عين المكان في قفصة عايشة على امتداد ساعة ونص تقريبا منذ فتح أبواب مكاتب الاقتراع عشني أبرز ملاحظاتكم نعم تحية لك فاتمة مركز الاقتراع بدير الانتخابية بولاية جفصة تقريبا فتحت في التوقيت المحدد لها في حدد الثامنة صباحا لم نلاحظ أي تجوزات في هذا المجال باستثناء العشرين مركز اللي تم تحديدها من قبل الهيئة العلية المستقلة للانتخابات اللي بشتفتح في حدود العشرة صباحا وتغلق في حدود الساعة الرابعة ما سئم بصفة استثنائية في ظل تسهيل مهام المواطنين في أداء الوجب الانتخاب بمتاحهم بالنسبة لدائرة الانتخابية بولاية جفصة هناك سبعون قائمة مترشحة بين ائتلافية وحزبية وقوائم مستقلة يتنفسون على سبع مقاطع سبع عفوا بمجلس نواب الشعب ان شاء الله العملية الانتخابية تتم في أيسر ظروف بالنسبة لهذا اليوم هناك 222 و57 ناخب مسجل بالدائرة الانتخابية بولاية جفصة ما لاحظناه هذا الصباح إلى حدود هذه لاونا هو التواجد المكثف بالنسبة للمحليين وكذلك الدوليين اللي يقوموا بملاحظة كل ما يدور حول سير العملية الانتخابية بالدائرة الانتخابية بولاية جفصة في مختلف المراكز من خلال الجولات اللي يقوموا بها ومراقبة سير العملية الانتخابية شكرا لك زميلتنا عيشة الجمني من قفصة على كل هذه المعطيات نرجع معكم نواصل معك مريم مريم كنا نتحدث على الخروقات والتجاوزات في الانتخابات هل ترتقي إلى جرائم انتخابية أم أنها تبقى في النسبة ضئيلة جدا لا ترتقي إلى مستوى الجريمة مرصد شاهد يعني من خلال معنتها سواء يعني إذا كنا رجعوا للانتخابات الرئاسية والخروقات اللي تم يعني رصدها يعني سبق وبينا أنه في تقريرنا الأولي قلنا صحيح تم رصد عديد يعني الخروقات ولكن يعني ما تأثرش يعني على العملية الانتخابية وما عندهش يعني تأثير عن نتائج يعني صحيح أن الخروقات هذه درجة الخطورة متاحة ما هيش يعني مؤثرة عن نتائج ولكن هذا ما يعنيش أنه من تلافيها وهذه من ضمن يعني التوصيات اللي مرصد شاهد سقف المال الانتخابي من مشمولات من أولا وهل هناك تجاوزات تم رصدها ومن أين تأتي أموال الأحزاب اليوم هو في نحكيه على المشهد العام يجبنا نفرقه بنزوز إطارات ربما قانونية لولين هو التمويل الأحزاب اللي يشمل المرسوم 87 وفهم القانون الانتخابي اللي يحكي فقط على الحملة الانتخابية منظمة ناياقظ اليوم قاعدت لاحظ في تمويل الحملة الانتخابية لكن إن شاء الله يوم الأربعة سيكون إطلاق التقرير الأول لملاحظتنا سقف الانفاق الانتخابي الحقيقة للنسبة للانتخابات الرئاسية ربما يعطي الإمكانية المترشحين أنهم يخدموا مرتاحين شوية لهو ربما ما يعطيش نفس الإمكانية للقائمات على مساوى التشريع تحسن ثقف الانفاق الانتخابي قريب ولكن زادا عوامة السياسيين دخل البرلمان يعرفوا إشكالي ثقف الانفاق الانتخابي وما أراجعوش القانون لذلك عليش اليوم عدنا ثقف الانتخابي ولو إنه متدني يجب احترام ولكن للأسف اليوم عدنا مجموعة من النقاط الضعف القانون الانفاق قانون صرف التونسي هم كلهم إشكاليات مواقع التواصل الاجتماعي سبونسوريزي واللي قلت لا تدخل في عمل سواء كان الهيئة العلية المستقلة للانتخابي وإلا زادة هيئة الاتصال السامعي البقر كيف يمكن التثبت من المبالغ لأنه فقط موقع فيسبوك يعلم المبالغ كيف يمكن التثبت أن الأموال مبت القاضي في ثلاث سنوات تسقط الجرائم هذية وذلك عليش نشوف أنه الظواهر كما تزكيات عاود ومرة أخر واضح شكرا نيك أشرف زميلتنا مفيدة المشري موجودة على عين المكان في زغوين خلينا ناخذ فكرة على أهم ملاحظاتها خاصة أنه عملية الاقتراع بديت تقريبا منذ ساعة ونصف مثل ما ذكرت هنا في ولاية زغوين جميع مراكز الاقتراع فتحت في التوقيت المحدد يعني على مستوى الساعة الثامنة سباحا ومكتب الاقتراع هنا عددها مائتين وخمس وخمسين مكتب موزعة على مائة وتسعة مركز اقتراع فتحوا جميع أبوابهم أمام ألف أمام مائة وثمانية عشر ألف ومائتين وثمانية عشر ناخب من المفروض وأنهم اليوم يتوفدوا على مراكز الاقتراع هنا في ولاية زغوين إذن يتنافس على خمس مقاعد في الانتخابات التشريعية وللبرلمان خلال الخماسية القادمة خمس مقاعد من ولاية زغوين يعني متلشحين لهم ثلاثة وخمسين قائمة موزعين كالتالي واحد وعشرين قائمة حزبية واحد وعشرين قائمة مستقلة واحد وعشر قائمة ائتلافية إذن يعني العملية الانتخابية تسير بسلاسة منذ صباح اليوم مثل ما تشاهدون نحن هنا في أكبر مركز اقتراع في ولاية زغوين يحتوي على عشر مكاتب يعني للحديث على سير العملية الانتخابية هنا في هذا المركز ينضم إلي سيمو حمد البخاري رئيس أكبر مركز اقتراع في ولاية زغوين سيمو حمد أسباح الخير مرحبا بيك لو كنا حكيوا على سير العملية الانتخابية إلى حد الآن المركز حل ثمانية متاع صباح الأمور عادية لباس الإقبال ضعيف جدا بالمقارنة للدورة الأولى ونأمل أني تتحرك شوية شوية أخرى خاصة الشباب نعرف أنه يسهر ويقوم مخر شوية أما نتصور أني ترجع لأمور عادية إن شاء الله بعد شوية نعم إلى حد الآن لم يقع تسجيل مخالفات لحظت بعض المناوشات هنا في وسط مركز الاقتراع بطبيعة الحال هو بو مخالفات لا أما مناوشات باعتبار أنه ناس تحب تشد صحيح أني مرأة جايبة بنتها وتحب تدخل معها قلنا لا ما عندك الحق لخطرة سري وشخصي للانتخاب وبالتالي عنا حالتين للناجم يدخل فيهم معاك شكون لكن يبدأ مبتور الأيدي وقال لي يكون ضرير عندك بطاقة عاقة ما عندك ما تنجمش قالت ما تعرفش تقرأ قلنا لا كما تعرفش النمر وتعرف تصويرها تنجم تشوف سهلية سرمان قلت لا يدخل معها ولا ما تدخلش قلنا لا تحب نعم يعني جميع مواد الانتخابية هنا في جميع المراكز في ولاية زغوين نعلم أنها كانت في الموعد يعني هنا في الموعد ومع أن حتى نقص في الموعد شكرا لك سي محمد إذن نحن هنا ما زلنا نتابع سير العملية الانتخابية إلى حين أن تنتهي شكرا لك نرجع للبلتو ونكمل الوقت اللي مزالنا على موعد الموجز الأنباء للساعة العاشرة صباحا أشرف اليوم تم تواجد لعدد قائمات مستقلة اليوم المشهد السياسي ما زال ضبابي نوعا ما قراءتكم هل يمكن لليوم للقائمات المستقلة أن تقلب هذه المعادلة اللي اعتدنا أن أحزاب كبيرة هي التي في السلطة هل يمكن أن نشاهد اليوم الشباب في قائمات مستقلة يعتلي اليوم قبة البرلمان هو سؤال هل سيحافظ المستقلون على التقدم لأنه إذا نأخذ تجربة الانتخابات البلدية تقريبا اكتساح للمستقلين 60% من من فازوا هما مستقلين ولكن إذا نشوفوا من تحصل على رئاسة المجالس البلدية نقاو الأحزاب الكلاسيكية في ملاحظتنا للحملة اللي لاحظنا أن المستقلين نزلوا الميدان أبكر بكثير من الأحزاب اللي مزلت متأثرة بالانتخابات الرئاسية بدأوا الحملة متاعهم وطرق متاعهم كانت مبتكرة مقارنة بالأحزاب الكلاسيكية اللي حتى حملتها كانت هي نفسها نفس الطرق اللي شفناها في السابق فبالتالي البوادر تقول أنه سيكون هناك تواجد ولكن السؤال عند دخولهم البرلمان هل سيكون للمسقلين صوت مؤثر أملي لأنه عادة ما يتم استمالتهم لاحظنا على الأقل في 25 مجلس اللي تحلوا في الانتخابات البلدية أنه كان السبب الأول هو تغيير اللون السياسي الذهاب من قائمة إلى قائمة أخرى أو من حزب إلى حزب أو من قائمة مستقلة إلى قائمة حزبية فذي ينسور التحدي بالنسبة المسقلين والحفاظ على التماسك كمسقلين فعلا واضح شكرا لك أشرف العيادي على منظمة أنا يقذ مريم نتحدث اليوم على التوقيت تحديدا تعرف أنه الشباب تقريبا مع الاربعة الخمسة متاع العشية وهما يمشيوا بش ينتخبوا اليوم محطة انتخابية هامة جدا اللي هي الانتخابات البرلمانية وانتخابات تشريعية مصيرية كيف نجم ينتخب اليوم اللي نجم نقوله أنه تحقيق المثار الانتخابي ينطلق من اليوم سواء المرأة مختلف الفئات الاجتماعية الشباب المرأة بثفة عامة فالنجم نقوله أنه الشباب حتى ولو كما قلت فاطمة من الاربعة يمشي المهم يمشي ويدلب سوته يعني ما يحفظ سوته الإرادة هذي كمتاعه يعني يكون عندها وقع كبير على تحقيق المثار الانتخابي شكرا لك مريم عن مرصد شاهد شكرا لكم قبل ما نعطي الموجز الأنبا مزال عن تقريبا وقت نتحدث اليوم في علاقة بالانتخابات التشريعية هناك من يقول أنها ستؤثر سلبا على الانتخابات الرئاسية ما تعليقكم نصور العكس نصور أنه ذهب ضحية لانتخابات التشريعية في الإعلام وحتى في الحملات غبي هناك دورة ثانية للانتخابة رئاسية وتزام الحملة وقت أن الحملة رئاسية الأولى تقاطعت مع التشريع ثم نفس الشاي في المرة هناك تقاطع بين الحملتين لأثر ربما على على فريق الحملة الميداني لأنها ما نجم لا historق على حام نحس نحس أن الأحزاب ضحوا خاصة بالانتخابات الرئاسية ما تعليقكم؟ أتوقع أن هناك مؤسسات في تونس قادرة أن تخرج تونس من أي أزمة فبالتالي القرار سيكون قرار قضائي في كل الحالات إذا هناك تعون أو تشكيك وسينصاع الجميع إلى قرار القاضي فبالتالي نصور أنه لدينا مؤسسات فيها ثقة ولا يدينا نسبة تحذر في تونس أن المواطن التونسي ينصاع إلى أحكام الدولة والقضاء فبالتالي هناك ربما من يمني النفس بأزمة لكن لا أتوقع أنه سيكون هناك أزمة عن ما يتم ترويجه حول الأحزاب الكبيرة التي أصبحت مصغرة والأحزاب المصغرة التي إذ محلت أو اختفت في المشهد السياسي اليوم لسنة 2019 وتواجد أحزاب جديدة لم نسمع عنها قبل ذلك هو ظهر ربما التونسي يعطي في قفيسا معي التونسي يعطي في قفيسا ويسحبها بنفس السرعة يعني كل الأحزاب الفائزة في الانتخابات كانت مجهولة تقريبا سنتين أو سنة قبل الانتخابات اليوم في تونس كان عدنا مرشحين مجهولين قبل بأسابيع من الانتخابات فبالتالي تونس هي ما عندوش إشكال أنه يمنح ثيق فيمكن استمالته بشكل سهل ولكن أنه صعب أنك تحافظ عثيقة متاعه أو أنه يجددها فيك إذا ما كنتش في المستوى فبالتالي نتوقع أنه الأحزاب هذوما في كل الحالات بيش يكون عندهم عمل على إقناعات وينس أنه يجدد فيها مثيقة فنتصور أنه الأحزاب ستكون موجودة كالعادة ولكن هل ستتواصل التجربة تقول في الأسنة والتفارت أنه لم تتواصل عديد الأحزاب بالأسف يا إما ظهرت الشقوق يا إما إذ محلت وخصوصاً الانتخابات هذية كانت عديد الأموال أنفقت لكن النتائج لم تكن متناسبة مع الأموال التي أنفقت أموال طائلة وفي النهاية كانت نسب لا ترتقيل حتى 2% فهذاك ربما يؤثر واضح نرجع معك مريم هناك من يروج أيضاً وديع زميلنا متوجد على عين المكان في نقطة ثانية عفواً مريم خلينا ناخذوها معنا وديع في نقطة خارجية في تونس العاصمة وديع أبرز ملاحظاتك الناس التوينسة اللي تحدثت معهم شنو تعليقهم على يوم الانتخاب اليوم في الانتخابات التشريعية نحن قاعدين نتابعوا فيك نعطيوك الكلمة شكراً لك فاطمة إذن متدبغين نتحول للسوق المركزي حركة كبيرة تونس تعيش على وقع الانتخاب مرحبا بيك صوتت ولا مازلت لا صوت يعني تعتقد كونه واجب مقدس لانتخاب؟ نحن نعملوا اللي علينا وهو ماذا بروش على اللي علينا عملناه هو ما مع هذا قنوش بالشعب ربي هو اللي باش يقيم به ذا بروش نسب ليك يعني قمت بواجبك هكا؟ قمت بواجبك الانسان يلزم يقيم بواجبه والانسان يقيم بواجبه وش هو الأسعار اليوم في السوق؟ ما تنتقش لا ريو توست الجمعة خير من تو وست الجمعة خير من تو مرحبا بيك نخيبت ولا مازلت؟ لا مازلت ولا مازلت ايه باش سمي ولا سبقت القضية سبقت القضية متعدار على الانتخاب؟ لا لا ولا لا نقضي قضياته ونمكي ننتخب مطر ما هيك هي بعد شو تقول التوانس اللي شوف فينا طوي باش تحفزهم لممارسة حكسونا شوية دنيا وبرك هول شو نعم بالنسبة ليك نخيبت ولا مازلت؟ مازلنا هاو بعد شوية بعد شوية ننتخب هز المدام ونمشي قدرت رب مش دي ولا عائلة حتى حتى الوليدي تهزهم باش على قل نخيبت ولا نزل؟ نزلنا شوية اخرات خلت فضل شوية ننخب لا دي ما ولدي نزل معايا أنا حتى ولدي يطبع صبعوك يطبع ممين تخبش من زي صغير شكرا لك وديعة شكرا لك أيضا مريم غبرة على الحديث والحضور معنا في هذا الصباح في هذا البلاتو اللي تابع الاستحقاق الانتخابي الانتخابات التشريعية شكرا لك أيضا أشرف العياد رئيس منظمة أنا يقذ على العوادي عفوا على الحضور معنا في بلاتو الاستحقاقات الانتخابية الانتخابات التشريعية 2019 مهم جدا أنكم تمشيوا تنتخبوا اليوم نجموا قولوا ما عادش وقت رغم أنه العشرة متاع الصباح لكن حضروا رحكم مشوا ونتخبوا حطوا وعبروا تحبوا عليه على الحزب اللي يمثل ميولاتكم الشخصية فاتمة غوربيل تقولكم شكرا لكم مجددا خليكم معه موجز النشرة الرئيسية للأنباء لأخبار العشرة صباحا ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة